واحد من النجوم شباب بلوزداد وحارس مرمى ومدرب حراس شباب بلوزداد حاليا كابتن خالد دقماش هو ضفنا فيه السادسا نرحب به في البداية كابتن خالد مساء الخير وأهلا وسهلا بك على شاشة النادي الأهلي على قناة النادي الأهلي أهلا وسهلا للأخ أحمد وانا كنت مدرب سابق مش الحالي أهلا وسهلا بحضرتك مهم طبعا نسمع وجهة نظركم مشقاف الجزار بالتأكيد لقاء منتظر زي ما بنشوف طبعا الفرقتين اللي ليهم فرص وكانوا من بداية البطولة الحقيقة من أول ما تم الإعلان عن دور المجموعات كانوا هم المرشحين الأبرس في المجموعة لمواصلة المشوار الحسابات تعقدت نوعا ما كل الفرق الأربعة سواء الأهلي شباب بلوزداد يونج أفريكانز ميدياما الغاني فرصهم ما زالت قائمة إزاي بتشوف سيناريو المواجهة المقبلة مباراة الجمعة القادمة إن شاء الله أولا وقبل كل شيء أحمد تحياتي للشعب المصري والشعب الأهلي بسيقات خاصة يعني من الجزائر ويعني باش نقول لك حاجة أبرك يعني كل الجزائريين كانوا ساندوا الفريق المصري في هذه كاسي فريقيا وكان الفريق الجزائري وقصيا جميع الجزائريين كانوا ساندوا الفريق المصري ميبو الله غالب يعني لكل حال ما ذهبش بعيد في هذه هذه جزء بين قوسين يعني الروابط أكيد كبيرة وعميقة الحقيقة وإحنا كل التقدير يعني رغم أن البطولة دي على مستوى الكرة العربية ما كانتش نتائجها على المستوى المتوقع لكن يعني هارجع شوية معك لبطولة أفريقيا بس بعد ما نخلص ملف الأهلي شباب الوزداج أظن بالمقابلة راح تكون صعبة خاصة لفريق شباب الوزداج لما رغوش في أحسن أحواله في هذه الفترة الأخيرة يعني وآخر مقابلتين في البطولة كان نهزم مع فريق البيض يعني في البيض وكان ننفاذ نقولش بصعوبة مصح من نتيجة 2-0 ضد متأخر استرتيب لفريق وادي السوف الذي عنده رجلين يعني في القسم الثاني أظن باللي شباب تعل مرحلة تعد ذهاب كان مكان ما نشيه ولداء اللعب في القاهرة يعني وكان أحسن لعب في هذه المقابلة كان نبولحي لراح يكون غاية في هذه المقابلة يعني نبولحي وكان ثاني كخياب الظاهر الأيسر لعبوا في لراح يكون غاية بسبب الإصابة وفريق شباب الوزداج ينتهي في تلعبين ما راح يكونوا حاضرين في هذه المقابلة يعني كما تهلوك في البطولة الإفريقية وهو بوشار والبيريزيك دول الأسماء دي تم ضفتها على القائمة الأفريقية ولا مش هيكون لي حق المشاركة لا 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 ضرفهمش لا ضرفهمش على كل حال ونرحش يكون تغيير في الفريق وأظن باللي المقابلة راح تكون جد وصعب بالنسبة للفريق شباب الوزداد وأنا بالنسبة لي يا ماشي الأهلي راح يكون صادر أنا بالنسبة لي الأهلي راح يتأهل على كل حال وشاهدنا الأهلي في الموسم الماضي وأن ما بداش مليح تصفيات وكان هو لفاس ببطولة للفريق الأهلي يتعود في هذه الظروف فعلى فريق شابة بنزود لازم يكون عليه يدير اللعب أمام فريق الأهلي ونعرفه بالأهلي يتفاوض جده بجدية في خارج الميدان ورح تكون غريمه مقابلة صعبة طبعا بالتأكيد مقابلة صعبة للفرقتين بس خليني أسألك إحنا عندنا في فترة طبعا بطولة أمم إفريقي يعني عارف أنه منتخب الجزائر كلهم تقريبا أو أغلب العناصر بتاعته إن لم تكن كلها من اللعبين المحترفين ده بيكله تأثير على البطولات المحلية إحنا هنا بيقى فيه فتر التوقف الأهلي الحقيقة يمكن خاط بعض المباريات الودية لكن على المستوى الرسمي ما كانش فيه مشاركة أو يعني ما كانش فيه مباريات رسمية على أجندة النادي الأهلي هل الوضع بالنسبة لكم في الجزائر مختلف ولا فريق شباب لزداد كان بيأخوض بعض المباريات الرسمية وليست الودية لا إحنا كما قلت أحمد البطولات في الجزائر ما توقفتش كانوا عنا نحن لاعبين واتلاعبين من البطولات اللي كانوا في الفريق الوطني والدائر ما كانواش أجلسيين يعني نونك البطولات ما توقفتش تتقذت وسائل البطولة وكانوا اللقاءات الكأس اللي كانوا وخذوهم الفريق نونك هذه الناحية المنافسة ما رح يكون مشكلة بالنسبة لفريق شباب لزداد ما المشكل هو أنا أضم بالنسبة لي المشتكين في التعداد وخاصة في الهجوم وينما ما زال ما صابش ضل ما بين وسط الميدان ما بين وسط الميدان والهجوم ما من ناحية الدفاعية أيضا بإخبار فريق شباب لزداد كان منخوش ضيع وكانوا لزوج لاعبين اللي هو دراوي اللي هو في جيدين البيضاوي اللي هو كانوا بالنسبة لي أحسن نعب في الفريق وزايد ميرزيق اللي كانوا وزايد بوشار اللاعب المحواري هتناك لاعبين لغادر الفريق لو الفريق خبير بالنسبة لفريق وفريق ما ينتدبش لاعبين بنفس المستوى تاحهم يعني هذا الأمر هذا ليخلق الفريق ما يكونش بنفس المستوى كما كان في سنوات السابقة طيب خليني عرف منك يعني أنا بتهيالي أنه حسابات الفرقتين ومش عرف أنت تتطفق معيه في الرأي دا ولا لا لكن حسابات الفرقتين أو رهان الفرقتين في المباراة اللي جاي على الفوز الأهلي بيسعى للفوز للإقتراب بشكل كبير جدا من ضمان تسكارت التأهل وزي ما حضرتك ذكرت الأهلي بيلعب خارج أرضه أو على أرضه بنفس المنطقة أو نفس الفلسفة هو السعي لتحقيق الفوز وأعتقد أنه شبابلو الزاد في نفس الاتجاه لأنه ما عندهوش خيار تاني لأنه خسارة شبابلو الزاد مباراة الجمعة حتصعب جدا من فرصه في الوصول أو التأهل عن المجموعة دي توقعك لتفكير الجهاز الفني أو فريق شبابلو الزاد في مواجهة الأهلي وخصوصا أنه بالتأكيد عايز يراهن على استغلال عامل الأرض والجمهور لا أخ أحمد يعني كيت لعم فريق كبير مثل الأهلي يعني أنا لو كان جيت مردبيا ندخل باش ما نخسرش المقابلة بس كأولا وقبل وشيل ما لازمش الفريق شبابلو الزاد يخذ المقابلة وبعدها في المقابلة لكش ما جات فرصة ولا يقدر يسجل على كل حال من صح لو كانت تدخل باش زامة سي تضغط على الفريق الأهلي هذا رح يكون يعني رح يكون صعيب يعني باش تضغط على فريق الأهلي وتضغط عليه في المنطقة تهو رح يكون صعيب بس كفريق الأهلي يعني متعود على البطولات بلوتو على المقابلة الكابلة ويعرف كيفاش يخرج الكورة ولعبين عندهم تدربة كبيرة جدا بتقدرش تضغط عليه انتايا وفي ملعب كبير مثل ملعب خمسة جويلية ونرح لكلها رح يكون جو مغرب صح ليس لنفس الشاكي ما تكون ملعب صغير يعني ولكن أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أظن بالطاق الفني رح يلعب الحذر أنا بالنسبة لي أصدغل لو كان جيت أنا مدرب يعني يقولوا لي أنضي اليوم على تعادل مع فريق الأهلي يحرح نضي بعشرة يدين يعني بعشرة أفابة لا إنسان يدربش عظروف ولا كل يحرح صدير دير داعاته مع فريق الأهلي أفريت لعب الحضر تاعك كاملة ضد المقابلتين ويكونوا واحدة في بلعبنا واحدة في الخارج يعني طيب مين الفريتين اللي ترشحهم للتأهل عن المجموعة دي؟ إن شاء الله الأهلي الأهلي أنا بالنسبة لي رح يتأهل بدون أي منازع زائد إن شاء الله خريق شباب الوزداد نتمناها طبعا نتمناها كل التوفيق الأهلي وشعب الوزداد طبعا طبعا على الأقل وده خليني أفتح معك ملف أمم إفريقيا اللي انتهت بتتويق كوديفور الحقيقة في ملحمة كتير استبعد كوديفور من مجرد المنافسة بعد أدوار المجموعات وبعد خروج الفرق وخصوصا الفرق العربية اللي كانت مرشحة وبقوة مصر الجزائر المغرب تونس خرجوا منهم اللي خرج مبكرا طبعا زي منتخب الجزائر ردود الأفعال رحيل جمال بالماضي إزاي استقبلتوا المستوى اللي ظهر بمنتخب الجزائري في البطولة وخروجه المبكر يعني لا لا كانت صدمة كبيرة في الجزائر بالإقصاء والطريقة التي أقصي بها الفريق الجزائري سنسألا وحنا كنا ننتظروا بعد اللاكستين لمرضهم الفريق الوطني يعني بطولة إفريقيا في الكامرون وعدم تأهل إلى كأس العالم هذة الأمور هذين لكستين هذيك كنا اليوم بعد هذة المقبلة كنا نسلناه عودة للفريق وشفنا هذه الظروف كان على كل حال ما طحناش في مجموعة صعيبة يعني كنا أقصينا ذي الفريق موريطانيا يعني اللي كان الشام يفاز أي مقابلة في كأس إفريقيا وهذا الأمر هذا كان صدمة كبيرة بالنسبة للشعب الجزائري يعني على كل حال ما مسبقش إلا الفريق المصري يعني في أدغال إفريقيا إلا الفريق المصري يفاز بالبطولة الإفريقية في أدغال إفريقيا ونسبق لأي فريق من الإفريقية الشاملية وفاز بهذه البطولة في أدغال إفريقيا إلا الفريق المصري ولكن لم يفاز فريق المصري ولكن كانوا اللاعبين متقونين من فريقين ليهما الزمالك والأهلي ولعبين تالأهلي والزمالك متعودين في أدغال إفريقيا وضمن هذا الأمر هذا يساعد الفريق المصري لكي يفوز ببطولات في أدغال إفريقيا باليوم يعني بارابول التقس وبرابول الظروف المناخية لطرف الأجواء يعني شي صعب باش فريق من شمال إفريقيا يفوز بزي البطولة في قرصة مراء صحيح كابتن خالد دقماش مدرب حراس مرمى السابق لفريق شباب لزاد بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى الحياة تفق معك أتمنى أنه لا يتأهل عن المجموعة بتاعتنا في دوري أبطال إفريقيا يكون الأهلي شباب لزاد ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه مباراة الجمعة المقبلة تكون عرض قوية ليق باسم الفرقتين